اشتركوا في القناة وهو عم بيصير الحدث لتشجيع المواهب الجديدة اللي عم تطلع ولتثبيت اكتر انه في عنا مواهب عالمية عم تيجي على الميدل ايست او الشرق الاوسط عشان يعرضوا الكولكشن طبعهم حدث كان اول شي كتير ترتيبه كان حلو كان يعني عبارة عن شباب وبناتهم اللي عاملين الحدث كان فل دي يعني من الصبح بيبلش الحدث لاخر نهار الاشي المختلف فيه انه مش بس كان عروض ازياء كان فيه اكتر حتى حديث عن الفاشن والازياء كيف تبلشي مجموعتك كيف تعمل البجت تبع مجموعتك اللي جاي كيف تقدر يتلاقي شغل بمجال تصميم الازياء اللي هو طبعا مجال شوي صعب احنا بعلمنا العربي الناس تستصعبوا اكتر فكتير كان الحدث حلو انترستنج بتروحي بتتعلمي اكتر وبتشوفي غير انك تتعرفي عن ناس كمان جداد يعني واسماء جديدة حلوة فكرك يعني عملوا زي هيك شي بالدبي لنا يعني بالوطن العربي لكلهم نتيجة انه في عنا احنا كتير ناس عم بتجهول الازياء صحيح بين كان بنات او شباب عم نشوفهم كل ياتهم فاشن ديزان يعني شوفي لما كنت انا بالحدث عن جد ما حسيت حالي بدبي اول اشي بتحسي حالك برا لانه بتشوفي اشكال الالوان من الناس جنسيات مختلفة ازواء مختلفة يعني وانتي ماشي بالحدث بين عرض ازياء وعرض تاني بيكون في عرض ازياء لهم للناس الموجودين فبتوردي بس تتطلعي بتشوفي قدي كل حدا عنده زوق مختلف وتشوفي كيف ما في ولا حدا لابس مثل التاني في شخصية معينة لكل حدا موجود طبعا كان الميديا اكيد اللي هم الصحافي كل اياتها كانت موجودة سواء من مجلات عالمية او من مجلات موجودة بدبي تلفزيونات صورت الحدث الحدث كان كتير حلو كانوا عاملينه بمدينة جوميرا مينا السلام ليهي منطقة كوان حلوة كتير عرضوا زي كولكشن كاملة لكل ديزاينرز الموجودين برا بالصالة الانتظار تبع الناس عشان تتحمسي اكتر وتشوفي مين اكتر ديزاينر تحبي تفوتي تحضريه يعني كان كتير مختلف صراحة طب انت شفتي هيك من خلال شفتيهم الشاب يعني الواعدين هذول ما نسميهم صحيح التزموا بخطوط الموضة بألوان الموضة ولا كل واحد هيك راح نجنب فكره يعني صراحة كل واحد كان نجنب فكره عن جد تتطلعي بتشوفي ولا عرض ازياء مثل الثانية حضرت حوالي 12 عرض ازياء اذا مش اكتر عن جد وهم على مدى كل نصف ساعة ساعة بيبلش عرض ازياء فبتفوتي من واحد للتاني بتحسي انه كتير مختلف عنلي قبله قديش عدد التقريبا اللي تشاركوا يعني في حوالي اكتر من 12 او 15 مصمم ازياء كان كتير في ناس لفتوا انتباهي في ناس لفتوا انتباهي جبنا اليوم منهم صور صراحة كان في عروض يعني كان مش بس عرض الازياء كان شو كامل يعني طريقة الاضاءة الميوزيك العرض كان بتحسي اشي يمكن مش تلتة بس قدمة هي اطع فنية فكل ديزاينر كان طريقته مختلفة يعني قبل ما نشوف الصور بدأ اسألك بهاي الموضوع الاطعى الفنية نشوف ناس طلعوا مستحيل واحد يلبس هذا الفستان او شاب بيكون لابس هذه البدلة ليه بيعملوها المشهورين الديزاينرين اول شي هي مبهنة على الرنوي يعني لما بتكون على صاحة العرض والناس عادة بتتفرج بتحسي انه في اشي مختلف انت بارت من الشو اللي جاي تحضر لي لازم يكون في اشي مختلف واحد تنين بيكون كل ديزاينر بده يفرجي قديه هو بقدر يروح لجنون بالفكر انه يقدر يطبق هذا الاشي على اطع فنية انت بتتطلع عليها بتقولي واو كيف هذا الاشي خياطة وبتنسي انه في موضل لابس الاطع بتحسي كأنه كله اطع متكامل وفنية انت عم تتفرجي على لوحة فكتير صراحة كتير كان اليفنت يعني بارت منه كان حالم جدا يعني بتعودي بتحضري فاشن شروز تطلعي الناس تطلع بتقول مستحيل انه هذا ديزاينر قادر يفكر هالقدة كيف الست بتحب يعني او كيف الطريقة الصح انه تلبس الست بالمناسبات الكوتور يعني المناسبات الليلية فاذا منبلش منشوف اشي من العروض بلش نحط اول صور اوكي اوكي هون كان في عنا اميرة هارون واللي هي مصممة كمان موجودة بدبي هاي من المصممين اللي هم الجداد اللي طالعين بس كان صراحة الفاشن شروز تطبعها انا كتير عجبني لانه كان خطوطها كانت واضحة استعملت الجلد كتير بالتصاميم تبعتها هلا ازا منشوف باكتر من تصميم بمشي معنا كل التصاميم من نفس الايحاقات هون بتشوفي عندك التوب نصها جلد ونصها دنتيل كمان الدنتيل كان العلامات الواضحة تقريبا عند كل المصممين يعني موضة السنة دنتيل اه كتير اميرة هارون ايش نسيتها اميرة هارون اظن ايرانية ايو ايو اي تنك ايرانية هذا كمان كان مخمل فات كتير بتصاميمها لانه كان كمان عم تحضير للشتا يعني اوكي والابليك كان كمان العلامات البارزة عندها اللي هي القطع اللي بمركبة فوق بعض الالوان اللي كانت عندها بين الاسود الخمري الدهبي بالاضافة للجلد اكيد يعني اللي كان موجود هون بنشوف كمان الدنتيل نفس الشي بس معطنورة جلد فكتير بتحسي انه في اشي انت اذا شفتيها بمحالي ممكن ما تلبسيها بس لما بتطلع بتشوفي موديل لبستها بتحسي انه اوكي الشكل مرتب الطول معقول يعني تلتبس على اي مناسب الواحد بتكون موجودة عنده نفس الشي هون كان دنتيل كتير دنتيل كتير كان الاشياء الدارجة والحلو انه المصممين جمعوه مع الجلد انتي بتشوفي الدنتيل بتحسي رقيق بتحسي الجلد اشي قاسي بس هم حطوهم مع بعض بطريقة انك لما بتشوفي بتحسي كله كامل متكامل يعني هون كان فيه عندنا الدنتيل وكان فيه عندنا اللي هو التويد على الجاكيت وكمان البنطلون مقصب اذا بتشوفي من النص كان كله مشغل بتحب الخامر الشي كلها اميرا اه كان الكولكشن تبعها كتير كان حلوة صراحة هون ننتقل منشوف عيسى واللي هو مصمم هندي كمان بيست بي دبي يعني مولوده متربي بدبي فزوق شوي بين الهندي وبين كيف الزوق العربي يعني بس كان كتير الشو طبعه صراحة مختلف لانه القطع اللي حطها كان كتير زي اللي هو ستريتوير احنا بنقوله اللي بتشوفي من الشارع بس بتطلعي بتقولي توب سودا لقينغ اسود بعدين حطت عليهم بربطة فكان كتير الشكل زي الكولاج عنده هون نفس الشي شوف بنرجع صور اه نكمل نفس الشي القطع طبعته هون شوفي كيف كمان دمج الالوان موجود حكينا احنا عنه برضو بحلقات سابقة من قبل انه دمج الالوان هلا كتير من الصراعات الدارجة لهذا الموسم اوكي وكان عنده شكل كتير اللوك كانت كتير ريلاكست يعني مش مكبسة والقواعي فتفاضة وواسعة التتش تبعه دايما يعني معروفة وهو صراح ديزاينر كتير محبوب بدوباي اه نشوفي حتى اللي جنز اللي بستو زي فعلا زي اواعي الهنود اه 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 نور داما في شوية حشمة شوية اه اه وشوية فيها هيك اجي لوكلي وانتي بتحسيه شوية زي الستريت وير كأنها لابسة اطع وقطع فوق بعض بس هو بعمله بطريقة حلوة نفس الشي هون البنطلون كمان زي الشروال تعرفي دارجين اللهم كم من فترة وهون كمان نعمل بطريقة حلوة سيمبل ونايس اه نفس الشي هون كمان الدانتيل منشوفه عنده وشوفي كيف من فوقه حط أبيض أسود أورنج ومن تحت الدانتيل كان كمان فايت نفس الشي هون القطع تبعته كلها مثل التركيب بتحسي يعني طوب شكل وهذا شكل هون بننتقل له مصمم كتير كان التصميم الحلوة واللي هو أزراء أزراء كان الشو تبعه عالمي يعني اسمه أزراء أزراء كمان فلبيني أهو بس من المصممين اللي تعاونوا مع شوارفسكي ومصممين اللي بيصمموا لبيونسي لجينيفر لوبيز لكل السيليبريتيز اللي موجودين حلو هذا الفستان هذا مثلا درج عنده الشو كان من الأبيض للأسود فالأبيض إجا بكل درجاته البيج والذهبي وبعدين انتقل للأسود طلعي كيف كل التفاصيل عنده كانت كتير دقيقة صراحة يعني تطلعي على كل شي بتحسي إنه كتير كان مختلف هون كمان فات هو بلت شوي بالفكتوريان فات بالمعاصر أكتر اللي هو مودرن خلينا نقول لك تعرفي انتي هلأ دارج عندنا ديالا إذا عم تشوفي بكل حلقات اللي عم نعملها أصير من قدام طويل من ورا نفس الشي هون عملها بس على بانطلون نفس الشي بانطلون والديل من ورا طويل أوكي والفستان كمان كانت التفاصيل طبعتها كتير حلوة فكان الشو تبعه فيه شوي دراما يعني هيك حالم ومؤثر عن جد يعني كل آياتنا اللي مطلعنا من الشو الناس عم بتحس إنه واو شو إنه كتير المختلف يعني نسل الشي هون كان كتير الستايل تبع الأجنحة والستايل القطع اللي مركبة كمان هاي من القطع اللي كنتي عم تسأليني عنها اللي هي قطع بس أرتستيك بتشوفيها بس بالفاشن شو بس بالشو فنية صحي ما حدا بالبسها وبشتريها أوكي وهذا كان من القطع الفنالي طبعته اللي هو الدرج فيه للأسود وبعدين نكمل نفس الشي كل الفساتين باي داوي كانت أغلبها فساتين نافشة الكوتس يعني بتشوفي عنده تضيق بتشوفي البنطالون وبتشوفي النافشة بالسهرة كله عم بروح نافشة اه اوكي وهون مسلا برجع ضيق بس الفوليوم عندك من الكتاب بس هذي موضع قديمة رشوفي كيف رجعت كله برجع كل إشي عم برجع انجاد أنا بالفاشن شو لما سألتيني كان فيه ترند معينة لا الناس ولا الديزاينرز كان فيه ترند معينة بس لاحظنا كلهم عندهم أكتر شيء الأبيض وأسود فايت بكل الديزاين اوكي هون انتقل بعديها للأحمر هذا احنا نسميه رد فالنتينو وهو اللون الدرجة تبعت فالنتينو اوكي كمان التفاصيل الموردة والدنتيل والتركيبها على القماش كان مميز عنده صراحة اوكي هون عم نرجع نفوت على ديزاينر تاني واللي هو اسمه أماتو كمان أماتو نفس الشي من أصل فلبيني هو فرن ون اسمه أماتو هي كلمة معناتها بلوفد فهو بده يخلي كل الستات اللي بشروا من عنده يحسوا حالهم محبوبين الشو تبعه كان كتير دراما كان كتير فيه شو لأنه فات عمل زي فرق بين الانجلز والدفل اللي هو القد والباد فعملهم على أبيض وأسود اوكي فالدرج فيه عندنا من الأسود بلش يطلع كأنه الأول شي الألمنت اللي هي البنت اللي الجريئة حتى الميوزيك كانت أقوى فيه بلش يدرج فيها من الأسود شوي 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 للأبيض فبتشوفي هون التفاصيل عنده كانت بالدنتيل كتير القطع اللي كانت على الرأس صراحة كانت قطعة مخيفة يعني كان في فساتين فايت فيها في الخناجر بس أنا خفت اليوم أجبكم إياهم وقلت على الصبح أكيد لا فهيك نفس الشي بتشوفي كل تركيب دنتيل بس حتى الدنتيل هذا مطرس كلهم أصب شك يعني كانت القطع كلها بتحسي إنه هاند ميد تحسي إنه تصميم كتور مش تصميم عادية يعني ونفس الشي شوفي كيف فعت على الأبيض شوي شوي ونفس الشي شوي زي أزرق بتحسي إنه في عنده عنصر الأجنحة كمان موجود الأبيض والذهبي شوفي كيف القطع اللي موجودة عندك هون على الرأبة كله قطع كبيرة وبتحسي إنه لما بتلتة بس يعني هي أنت موجودة هون فيه شخصية معينة هو حابب يظهرها أشوفي هون الكريستالات اللي على الرأس هدولة كمان هدولة زي الأزاز زي الكريستال كله على الرأس يعني انت للتوق فأنا حبيت أجيبهم اليوم عشان تشوفوا قديش الإشياء العروض كانت فنية ومختلفة فعلا شيء غريب صحيح والقط كمان اللي عم نشوفها ديالة كتير في عندك الكط الدايقة طول تحت الركبة كان عند كل الديزاينز تبعه ماتو ماناتو القصير السنة مش موضة كل ديزاينر مختلف على فكرة مانتو أنا بقولك السنة ما في موضة كله كل شيء موجود يعني بس بلترن تبعه كان الطول كتير اللي زي الشنال أوكي اللي تحت الركبة والفت كله ديق يعني ما شفنا عنده إشي كتير واسع أوكي هون طلعت آخر موضة اللي هو كان منزل هو بيرفيوم جديدة فطلعت هي حاملة تاج عليه البرفيوم الجديدة فكتير كان الشو يعني جد حقيقي بتتحسي حالك تتفرجي على زي كونسرت أو عرض مميز بتنسي إنك تتفرجي على عروض أزياء بس يعني فكان كتير إشي مختلف هاي كمان منتقل هذا كله من تصميم هلأ هون عم ننتقل على تصميم شوي كانوا أصغر ويعني شوي مبتدئين أكتر خينقول بس خطواتهم صراحة بصمتهم كانت كتير موجودة هون في عنا كيج واللي هي اللي هم تصميم أروع عبدالهادي وبصمة أبو غزالة هم كمان دبي بيست اللي هم كم من سنة مبلشين عفوا هدول مش هم هدول ستارتش اللي هي فانديشن لربيع كيروز هو مبلشها لديزاينرز اجداد احنا عشان كل الشوز كانوا الأبيض بمحل والأسود بمحل فأنا شوي تخربشت هاي كانت من تصميم صبية اسمها سيلين دور تورسيان واللي هي لبنانية هم مجموعة شابين وبنت يعني موجودين تحت مؤسسة معينة مصممها ربيع كيروز واللي هو مصمم أذياء عالم بتدعم اللي صغار هون نرجع منشوف كيج اللي كنا عم نحكي عنهم كيج كمان كان تصميمهم حلوة فات فيها الجلد كتير تصميمهم كانت خفيفة بس بنفس الوقت في قصات معينة قدرنا نشوف هاي نفس الشي بتشوفي الجلد وبتشوفي كتير الهودي هلا اللي هي زي الطاقية على الرأس كانت كمان دارجة كتير فات عندهم أكيد كمان اللون السلفر بالتصميم وشوفي الكات قبل شوية بتقوليلي القصير مش كتير موضة كل ديزاينر كل أطرح كل واحد شكل فعلا كل حدا كان عنده اشي مميز هون الجلد هاي اللي تقطع اللي فوق جلد اللي فوق جلد ذهبي صحيح فعرفوا كيف يدمجوا الجلد مع مايش خفيفة ما يخلوه بس للشتا صحيح لا يدخلو كمان بالصيف وحال إرستا صحيح كتير كمان الألوان الباستال بدي أقول إنه كانت درجة بكل الفاشن شوز اللي هي الأبيض والبيج وبعدين كل ديزاينر الدرج فيها للألوان اللي هو بده يروح لها هون كمان نرجع منشوف من تبعون ستارتش اللي هو بشار عصاف كمان مصمم لبناني تصميمه كتير كانت حلوة كان عنده الفيل الترايبل أو هو القبائل البرنتل شوي أفريكان منحسها جماعها بطريقة حلوة مع الألوان تبعته هون نرجع منشوف ديزاينر التالت واللي هو حسين بازازا كمان لبناني كان معهم هدول الثلاث شباب اللي تحت المؤسسة كانوا موجودين كل شب فيهم أو كل صبية كل حدا فيهم تصميمه كانت مختلفة هون نرجع منشوف الترايبل الكيمونو كمان دارج كتير الياباني الكمونو الياباني صحيح هون منشوف وي اس واللي هم كمان تصميم مختلفة شوي كان في عنده كتير الفوليوم بالقطع تبعتها يعني إذا بتشوفي كان التنورة اللي مرأت معنا قبل والطوب كلاياته كان شوي أوسع شوي زي التيولب كتلي هم يحنا نقولها اللي هي شوي بتنفش و بترجع بتديق من تحت هاي هي التصميم الصراحة اللي كانت موجودة عندنا في عروض الأزياء بين ألوان مختلفة بين سرعات بين شوز مختلفة حقيقة قدرنا نشوف اشياء يعني متميزة كتير أنا بقول إنه يمكن هاي أعلى من المستوى العالمي أو بتساوي المستوى العالمي اللي احنا بنسمع عنه بباريس وميلان لندن نيويورك كله كان نفس الشي موجود يعني تفرح هيك من هدول الـ 12 والـ 14 ديزانر اللي شوفتي هم حدا هيك حسيتي إنه هدا بحيتميز بيوم الأيام يعني شوفي من الكبار أراد هم متميزين زي أزرة ومايكل سينكو واماتو كمان اللي شوفناهم من الصغار أنا حبيت كتير أميرة هارون كيج تصميمهم مختلفة كانت كان في زيان The Label واللي هي كمان مصممة أزياء لبنانية كان تصميمها حلوة تصميمها كتير هيك خفيفة وفن وصيفية يعني كتير كان حقيقة بتفوتي كل شو بتقولي هدا أحلى شو بترجع بتفوتي شو بعده بتقولي يمكن حبيت هذا أكتر فكل مصمم إله بصمة مختلفة يعني بآخر نهار حلو فرح شكرا لإلك ومرة تانية بتبت أخذينا معي إن شاء الله نتفرج على الموضة المرة جاي كل تيم رؤيا رح يروح معنا على دبي مش هنصور الأحداث لايف يعني بس هيك سؤال صغير تنصح الستات اللي أنه خلصوا من أواعيكم إذا كانت قطعة قيلة ولا ضبوها برح ترجع الموضة لا ضبوها أكيد الموضة رح ترجع شونة أهلين أو ستاتنا اللي كانوا موجودين كل آياته عم برجع موضة كل القديم عم برجع موضة إذا شفت شفنا الدنطيل الدنطيل هو من الأربعينات رجعنا عم نشوفه كل إشي هلأ موجود هو حقيقة يا كان موضة ورجع يا هلأ هو الموضة اللي رح تطلع ورح يرد يرجع لقضا وممكن الأواعي بشغلة بسيطة هيك عند الخياط بتغيريها بتسويها على الموضة صحيح كثير حلو شكرا فرح الأصمار أهلا وسهلا كلك زو شكرا